أستاذ محمد مشارقة في هذا الإطار أولا في غياب كما تكلمت تماما أنه جونيف ننسى جونيف رغم أنه بدأ ديمستوريا تحدث عن موضوع الدستوري إلى آخره واضح جدا أن أستانا أو شوشي تتقدم وبالتالي هل برأيك العالم يتراجع حتى الكلام عن انسحاب أمريكي من روسيا حتى الكلام الأوروبي أو الصمت الأوروبي عن هذه الملفات وعدم اتخاذ أي مواقف يعني بشكل أو بآخر أن القرى دائما في الأياد الروسية وصحيح الآن روسيا هي الضامنة لكل العملية العسكرية والسياسية ولا أحد يتدخل إلا من زوايا بعيدة بمعنى الآن ديمستوريا يوافق على المدخل الروسي بأن كل العملية السياسية تختصر في ملفي دستور والانتخابات فقط لا نتحدث عن عملية انتقال سياسي في سوريا أو إيجاد جسم انتقالي في سوريا بل يعني تعديلات على دستور وانتخابات ويشارك فيها المعارضة أو يعاد ترتيب التمثيل السوري أشمل من الترتيب القديم بالتالي الآن نحن يعني هناك يشاع وكأن هناك عملية السياسية تتقدم لكن من الواضح أن هناك ألغام كثيرة تعترض استكمال هذا المشروع لدينا إشكاليات كبرى حتى الآن ما هو اللغم الأساسي؟ اللغم الأساسي أنا برأي حتى الآن منطقة الشمال لم يحل معضلتها وأنا لا أتفق مع الأستاذ رمضان قبل قليل التحدث أن هناك وكأن اتفاقات جرت بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري أنا برأي لم تحقق أي نتائج حتى هذه اللحظة هذا معلومات من الطرف الكردي على الأقل لكن قد تحقق نتائج بمعنى هناك من الجهتين هناك حتى الآن إشكاليات يعني هو مجرد أن يذهب هذا الوفد بمعنى هذا الوفد وعلاقاته المتينة مع واشنطن بمعنى أن واشنطن تدفع بهذا الاتجاه أيضا يعني حتى اللحظة هذا موضوع أيضا لديه إشكاليات أخرى تعلق بالموقف التركي اللي هو قريب وبإمكانه أن يعطل الكثير بين يدي تركيا الآن أهم الألغام التي تؤثر على كل عامة انتقال السياسي في سوريا أولا موضوعة الشمال اللي هو إدلب وريف حلب حيث يتواجد الآن قوات المصرى بمعنى جسمها الرئيسي أي بأكثر من 20 ألف مقاتل إضافة إلى ما يعرف اليوم بحراس الدين اللي هم عملية جماعة القاعدة هل ممكن تسويق هل ممكن تنفيذ عملية إعادي معينة ولو رمزية يعني بمعنى أن تبدأ معسكرات الإيواءة بالظهور بغض النظر عن مشكلة إدلب بغض النظر عن مشكلة الشمال هل عمليا ممكن ذلك؟ أنا برأيي حتى الآن النظام لم يقدم ولا نموذج جدي وعملي لاستيعاب نازحية في مناطق التي دخلها لا في الشمال في مناطق حمص وحماء وحلب ولا في مناطق القلمون والغوطة الشرقية ولا في مناطق القريبة من دمشق بالتالي هناك أزمة عند النظام في حل هذه المشكلة هو فقط قام بالعمليات العسكرية والقصف بالبراميل والكيما وغيره ولكنه غير جاهز عمليا لاستيعاب مشاكل الناس الحقيقية وعلى الأقل تأهيل البنية التحتية في مناطقه هو إذن هناك لدينا مشكلة أنا برأيي هذا ليس يعني البنية الروسية ليست مطروحة للتنفيذ الفوري لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتقال السياسي سؤالي للأخير تقريبا الوزير معين المرعبية تحدث عن المساعدات التي تنقص المساعدات الغربية وبالتالي الغرب لا يساعد بلدات المتحدة تلوح بالانسحاب المشكلة اللاجئين تمثل معضلة كبرى في دول كالودنان خصوصا وكالأردن إضافة إلى ما يشكل هذا الحراك هذا الزلزال السياسي في أوروبا ما هي البدائل غير أن نلتحق بموسكو وبمبادراتها بس بدا روسيا ما هي آليات تنفيذها ومن هي الأطراف بشكل خاص مثل ما قال الدكتور قبل قليل أنه يجب إشراك الأمم المتحدة أعربة الأمم المتحدة بوضوح أن الوضع غير مهيلا لعودة اللاجئين وبالتالي عليك أن تشرك المجتمع الدولي والدول الجوار كلها والدول النفط الغنية دول الخليج في هذه الأمم المتحدة وهذا يحتاج إلى تسويق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر